في الأزمات يظهر حجم الاستعدادات ومع أزمة الطقس السيء التي تشهدها الولايات المتحدة فوجئ الجميع من المواطنين قبل المتابعين بأزمة قد لا تحدث في الدول النامية فعندما طلق أسرة كاملة حتفها في سيارتها التي تعطلت نتيجة الثلوج ولا تجد من ينقذها يرسم المشهد نهاية قد لا يصدق البعض أنها تحدث في أكثر دول العالم تطورا عاصفة القرن الثلجية إليوت الأشد في الولايات المتحدة أو أعصار القنبلة كما يطلق عليها تسببت في عشرات حالات الوفاة في ولايات عدة كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن مليون وسبعمائة ألف منزل ومطجر في أنحاء البلاد فضلا عن وقف الرحلات الجوية وأخلو الطرق من المسافرين وضربت العاصفة مساحات واسعة من الولايات المتحدة تمتد من الحدود الكندية في الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب فيما أعلنت ولايات عدة حالة الطوارئ من بينها نيويورك وأوكلهوما وكنتاكي حيث كانت الرؤية فيها شبه معدومة بينما أصبحت الطرق فيها خطيرة جدا بسبب الصاقيع والجليد كذلك أعلنت وزارة الطاقة حالة طوارئ في ولاية تكساس جنوبية البلاد مشيرة إلى نقص الكهرباء حيث تسبب شتاء القطب الشمالي في توقف محطات توليد الكهرباء ويسمح أمر الطوارئ للهيئة المشغلة للشبكة في الولاية بتجاوز حدود معينة لتلوث الهواء لزيادة التوليد واستطلب قياسي على الكهرباء في الولاية ونجمت العاصفة النادرة في شدتها عن تصادم كتلتين هوائيتين أحداهما شديدة البرودة من القطب الشمالية والأخرى مدارية من خليج المكسيك وتفاقمت بسبب انخفاض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في أقل من 24 ساعة وقالت إدارة الأرصاد الجوية في نيويورك إن هذا النوع من العواصف يحدث مرة واحدة فقط في كل جيلة ما يوضح تأثير التغيرات المناخية على مناح الحياة ويذبت جديتها في ضرورة التعامل معها قبل أن يقف العالم أجمع حاجزا أمامها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر